موسيقى يا حايرك داخل من إينا؟ يا إيه داخل من إينا؟ داخل من إينا؟ لا ده ممنوع فنلم ده هنا دخول البضايع الحاوية أعتبرني حاوية أنا دلوقتي عندي مركب عليها حاوية فيها شوكولاتة عايز أدخلها هنا المينة بقعد دايما يومين تلاتة من غير ما تسيح هاتسيح؟ أنا أريد أن أستمن عليها جاية في الشوكولاتة لازم تيجي في حاوية في ريزون تلاجة عشان درجة الحرارة بتاعتها فهو ما بيقولي الراكنة هنا فبتغميزني إيه؟ حاضرك هتروح الـ Control Room مصورين لحياتك مكان الحاوية بالزبط أنا ليه يا حاوية هنا جايب فيها شوكولاتة أنت ليه جايب الولق بتاعتك؟ إحنا أنت تعرف إن إحنا أصلاً في برس كله إلكتروني يا إلكتروني؟ كله إلكتروني إنتو الـ IT؟ أخويا الـ OneBoss الحاوية بتاعته شوكولاتة فيدي؟ عندنا هنا على الرصيف بتنزل هنا في التلاجات دي جيزة متقريبة أنا مثلاً أخذ العربية دي مثلاً لو عايزاً الرملة زلط سلام أبوح عادي أروح لأماكن بتاعت التفريغ اللي يجيبوا الـ Container يشوفوا الحاجات اللي فيها عشان يكشفوا عليها يا إنت لم تكشف على الحاجات هنا؟ إيه مش أنا اللي بكشف أه اللجنة الجمهورية اللي بتكشف طب وحاج متهمة ليه؟ أنا المغير لا ماذا ده أنا أمد الشغلانة دي فهتجننون يا جدعان طب عليكم صان طيبين يا دي لأول غرفة التحكم تنزل حويات لغاية ما الحاوية تخدم الجي ده القسم المتحكم في كل حاجة من سايكل من أولها لآخر سيد إبراهيم إنت بتعمل إيه هنا النهاردة؟ مراقب على حاويات الصدرات والواردات يعني إيه اللي إيه وجه التشوى منك ومراقب اللي جنف الامتحنات؟ مراقب برضو على صدرات الواردات كلوك أنت أنت كلو إيه؟ باشتغل مراقب صدرات والواردات؟ اللالدك بتدخلوه يعني اللالدك ده بتعرف تعل معنا أنا شغال مخطط ساعات بحديد مكان لكل حاوية إذا كان اللي بتتفرغ من على المراكب إذا كان بتخش من على البوابات بتركب؟ أخويا السايس عنده شاشة مصبتة كده أفتكاز عنده تبدأ أديره الأمر وهو بتديره أقول له خمس بلوينش كده شاشة دي؟ ده آيباد ده ولا إيه؟ دي شاشة مخصصة لشغل المواني يجيلوا عليها أنوان الحاوية اللاكبة جمعها في الساحة وبيروح يجيبها دي شاشة عليها فيديوهات موسيقية الشارع دي؟ أخويا هاري بوتر صح؟ أكبر واحد فيك هنا يا جماعة عنده كم سنة؟ بابي رجل أعمال؟ لا والله قال دي الساقشح هنا طاقشح هنا طاقشح هنا رجل محترم ولي بقى اشتغلت هنا إزاي؟ كنت شغال مستخلص في الميناء أثناء فترة فليثي خلصت الكلية سمعتني شركة طلبة قدمت عملت إنتربيو الحمد لله أكسيت دماغ طاق بني ما اشتريتش عربية نقلوا شغلتان على رصيف كلهم أولاد لما حد بيزوغ بتعملي إيه؟ بعلقه يا عم دول ناس عم خارجين كليات قمة عم بعملهمش في الوزارة كل ده كمية نحن وقفين فيه ده؟ وتم رجمه زي ما انت شايد كده ظهرت الميناء للهبور إيه بقى المكان اللي أنا فيه ده بقى عشان واحد يقولي ده يارض واحد يقولي ده رصيف ده رصيف الحويات الماكس ممكن نشيل ثلاث صفن كبار عملاتة لو فيه مركب دلوقتي جات وستلوح كده وراك نصفي تاني اذا عملوا إيه؟ لو عندي عفش يطلعه لي الدور الحداشر وطبع البراش بتاعتنا من الجيل الأخير بالتان دي الأكبر المراكس ينفع نطلع فوق هنطلع أنا بخايف الدا ده كان؟ ده الأول ده الأول الأول لو احنا مثلا إيه؟ أربعين متر مع فوق سطح الأرض ده ده الوينش ده اسمه إيه بقى؟ اس تي اس هنطلعني أنا جباندي صاف وتصواني أنا؟ هفكها مش خايف الارساعة بتاعه بيوصل بقى 50 متر بيجيب بغاية المركب بغاية 22 مرصة على المركب ممكن نطلب منك طلب؟ يعني لي العمالي النوتي طلعهم فوق بس دي بوابة OCR فيه 8 كاميرات بيصواروا حضرتك تمام؟ بصواروا التركب بتاعك والحاوية بتاعتك عشان بمنك إن إبضعتك أمنع عندي وانت بحاجة بتعمل هنا أنا بمنع بس تخرج ورباء عشان نسى الموضوع جديد عليك ورباء اي تي ده معروف يعني هاكر احنا بيكون عندنا سيستم مونترينك اه مونترينك 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 دلوقتي لو عايز حتى بنصف هتوندوس فيها أنت بيرس هعمل إيه؟ طب من يجينا بلليرتي ده بني بأن نحل المشكلة طب لو أليرت جالك وانت في الحمامة هتعمل إيه؟ دلوقتي لو الباقة بتاعت النت خلصت ببص فيه هتعمل إيه؟ طب نوبينة لا لا طب نوبينة احنا الساحة بتاعتنا صديقة للبيئة ده معناه المينة ده مينة أخضر اه تمام الفرق بين مينة الأخضر والمينة الأحمر الفرق بين مينة الخضر والمينة الحمرة احنا قدام سفينا اسمها إيه؟ ودي الملوك وانا من الفيوم مفيش ودي الريان وفي ودي الريان بالله عليك يا جماعة فيه واحد دروف تخلع على الناس اللي هو موعفين ليه؟ تشريف تشريف يا جمعنا لو فيه كونتينر دعم إننا في وسط الهلومة دي أولاً لكل كونتينر ليه رقم معين الخاص بالخط بتاعه هل تقصين على الخط بتاعه ده؟ بنص البحر كده لما بنجوع بتاكله إيه؟ عندنا مخزن مالية بالأكل يعني فيه كوش هاري فوق؟ فيه كوش انتقول ليك اسكندرانية لما بتحبوا تعملوا حاجة بتقولوا هنروحوا هنعملوا ما حش نراحل واحدي تتكلميني تقول ليه؟ اسكندرانية 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 نحن نهاردة يا جماعة مع الأساس حاتم هو المرشد السياحي بتاعة منطقة أسار المخازن البايب الحمراء دي نظام الحريق نظام الحريق نظام الحريق وده اللي بكات دي النظام تقلم زي الراجل بتاعكوب دي نظام الحريق ربنا لو حصل حريق بنعمل يوى تقيق هي اوتوماتيك بتوستغل يا جماعة أنا عارف والله أنا جيت عملت بها جهنة في الحياة ليه بالذات يعني يلا جماعة يلا يلا رح ندور على الشوكولات فيش حد هنا عارف مكان البتاع كله بيسبتني يقول لك ايه فيه كونتنر اهو بنك شكل والله هو اللي في الشوكولاتة كل اللي طلعت بيه خوزة ولبست شكرا ديني الخوزة ربو عليك